معكم في مشوارنا الصباحي وفي المساحة النقاشية لهذا الصباح أيضا نتحدث فيها عن ميزانية الأسرة وأهمية وجود ميزانية داخل الأسرة والأمور الاقتصادية أيضا وسعدنا أن يكون معنا داخل السوديو ضيفنا لهذا الصباح الدكتور عبد الفتاح السمان خبير دولي في الإعلام الديني سعد صباحك دكتور صباح خيرات أهلا وسهلا ومرحب يا أهلا وسهلا موضوع جدا مهم وحبين إحنا أكيد نستفيد من خبرتك بهذا الموضوع دكتور ونفيد جميع المتابعين معنا بداية إحنا حابب حضرتك أن نسمي هذه الفقرة الريال المبتسم نعم نعم يعني وتبعا نسأل الله عز وجل أن يفرج عن الأمة العربية كلها وعن اليمن خاصة وأن نسعد بالثراء لأنه في النهاية غاية الإنسان من حياته أن يسعد بالثراء وهذا اللي قصدته أنا بالريال المبتسم الثراء ممكن يصير لكن هل نسعد بالثراء هذا اللي بدنا نحاول نحكي عنه لذلك أنا يعني حابب أوضح نقطة صغيرة وخليني حط شعار أنه أنا حتى يكون ثرائي سعيد المال ممكن تحقيقه بأي وسيلة يعني اليوم وسائل المال الحرام كبيرة جدا صحيح السرقة الغش الاحتكار بيع الأشياء الممنوعة كله حتى إذا استخدمت الدين ممكن أنا أحصل على المال النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحلف منفقة للسلعة منحقة للبركة إذن وسائل الحصول على المال كثيرة جدا لكن أن أحصل على المال الحلال وأن أسعد بهذا المال هو الغاية تبعنا طيب كيف ممكن أن نحقق هذا الموضوع الأمر بسيط جدا بدنا نحفظ كلمة ضحك كلمة ضحك فقط ما الذي أقصده بذلك الآن أنا لما بتعامل مع المال الذي ينقزني من الفقر الذي يعينني على تنظيم ميزانية الأسرة أن أتنبه أن هناك ضرورات أن هناك حاجيات أن هناك كماليات هي مجموعة بكلمة ضحك طالما أنا عم بتعامل مع الضروريات أنا لن أشعر بالتعاسي لن أشعر بالفقر لن يقترب من عائلتي الأسى أو المعاناة كيف ذلك الأسف اليوم صح فيه مدخول قليل جدا وعلم الاقتصاد هو كله قائم على تنظيم المال بين الموارد بين الحاجات يعني كل علماء الاقتصاد يقولوا المشكلة الاقتصادية ناب عامة أنه موارد قليلة وحاجات كثيرة طيب الآن خلينا نفكر بالعكس أنا صح فيه موارد قليلة لكن لماذا لا أقلل الحاجات لماذا لا أقلل المطلوب يلي أطلبه أنا فاليوم أنا بطلع على أفقر عائلة موجودة عندها احتياجات لكن هل هناك أفقر دائما هناك أفقر من هذه العائلة الدليل الآن المهجرين المشردين اللاجئين بيكون جالس في بيت هو لا يستطيع إلا أن يكون عنده كهرباء لازم يكون عنده ماء نظيف لازم يكون عنده طعام جيد طيب لما عم يصير قصف عم يطلع يعيش ربما شهرين وثلاثة في خيمة إذن انتقل الحاجات كان الاحتياج لنفرض أنه أنا مطلوب مني خمسمائة ريال في الشهر صار ممكن يعيش على مئة ريال طيب الآن خلينا نفكر بشكل منطقي أنا ليش ما بحالة الرخاء بحالة الأمانة اللي أنا موجودة ما عيد التفكير بالضرورة أنه أنا فعلا لا أبحث إلا عن الضرورات يعني خاصة أن العالم العربي كله يعيش حالات من الأزمات صحيح لازم يتحول التفكير أنه أنا لا أنفق إلا ما هو ضروري لذلك القاعدة الأولى في هذا الصباح لا تشتري ما أنت غير مضطر إليه حتى لا تبيع ما أنت مضطر إليه مرة ثانية لا تشتري ما أنت غير مضطر إليه حتى لا تبيع ما أنت مضطر إليه يعني أنا اليوم أنا مضطر إلى الخبز والخبز العادي ليس الخبز الفاخر ليس الخبز المصنع الكبير أو الفرنسي أو الأنواع أنا مضطر إلى المياه العادية أنا ليس مضطر إلى المياه المعبئة الآن في مجال الملابس أنا مضطر لما يسترني اليوم في محلات كثيرة ملابس مستعملة الانتقال إلى الاحتياج وترك الضرورة هو الذي يدخلنا في المتاهل لأننا نتحدث بشكل عملي بالفضل إذن كمان في نقطة مهمة زي ما ذكرت لك حول موضوع أنه كيف ممكن واحد أنه يعيش حياته بشكل مريح وراضي عن الذي يعمله وراضي عن صرفيته لكن في المقابل أنه يعمل احتياطه ليوم أسود مثلا فيه مثلا القرش الأسود اليوم الأبيض لليوم الأسود نعم هي الفكرة القرش الأبيض القرش المبتسم الريال المبتسم أنا لما في الأصل بغير نظام التفكير الاقتصادي كليا يعني أنا أعطيك مثال أنا درست في بريطانيا في بريطانيا كل يوم أحد يجلس الأب والأم في البيت يقرران ماذا سينفقان طيلة الأسبوع يعني بعكس وضعنا نحن في العالم العربي ننزل على السوق ونبدأ الشراء وبعدين منقول ما منهم بدنا نجيب كيف بدنا نجمع كيف بدنا نجيب هذه الاحتياجة هنا لا لا بالعكس تماما يعني أنت اليوم بتجلس أنت في البيت أنت زوجتك أو العائلة أو المسؤول عن البيت بيقول أنا معي الآن أنا أحتاج إلى لنهاية هذا الأسبوع على مدة أسبوع وليس على مدار شهر لذلك حتى البرادات ما في عندهم برادات كبيرة ما في تخزين طعام أنا أحتاج إلى طعام حتى فوتي على السوبر ماركت بيشتري الواحد حز من البطيخ صحيح بنسميه فص من التوم قطعة قطعة أنا أحتاج اليوم أنا قدر احتياجه هذا احتياجي ما في شي اسمه تخزين فاليوم بيقرر من بداية الأسبوع وهذه النقطة المهمة جدا أنه أنا أحتاج هذا الأسبوع إلى قميص أنا أريد أشتري قميص جديد لكن أنا أخصص له مثلا 20 ريال ليستحيل أنه انزل على السوء لو بلاقي القميص اللي حقه 50 ريال عم يبيعه بـ 30 مستحيل أنا أخصص 20 ريال فبسموه بعلم الاقتصاد value for money أنه أنا بدي جيب أفضل قميص بـ 20 لا يمكن ساوية 21 بالعكس اليوم أنا اشتغلت كثير يعني تعاملت كثير مع الأزياء النسائية ومع المحلات بتجي المرأة بدي تشتري هي مخططة تشتري لون أحمر طلعي شارع أبيض وأخضر وشارع فستان وبتستدين من صديقتي اللي معها وبتتصل بزوجة أنه والله أنا طلعي عن مبلغ كبير إذا ما في عنا في البداية قرار حاسب أنا ما سأنفقه فقط خلال هذا الأسبوع فقط مئة ريال لا يمكن زيد عليها فحتى موضوع ضيافي لو أجاني ضيف أنا الآن مالي ما عندي استعداد استقبل ضيف أنا عندي ميزانية محددة إذا الخطوة الأولى أنا بعرف ما هو احتياجي من البداية مسبقا اثنين لن أشتري إلا الضروري وهذا الذي نركز عليه الآن في الأزمات احذر من شراء شيء احتياج نعم دكتور هذا الموضوع أيضا يدخل بثقافتنا نحن لدينا ثقافة لازم نشتري ببذخ لازم يكون كل شيء موجود بالبيت لازم إذا يجع عندك ضيف داخل البيت لازم تكرمه وتقدم كل شيء موجود عندك فأعتقد ممكن ثقافتنا أيضا المجتمعية في إلاها دور بطريقة صرفنا وإدارتنا لأمورنا المالية حتى داخل منازلنا هذه القضية أنا لما بجيني ضيف وأنا بروح بصرف أو بعمل عزيمة أو بمجال الأعراس أو بمجال العزاء أحيانا عند الموت وبنفق طيب أنا سأضطر إلى بيع ما أنا مضطر إليه يعني هفوت على البيت بدي بيع السجاد وبيع البراد وبيع التلفزيون وبيع أشياء الخاصة أنا الشيء اللي مضطر إليه في الحياة لحبيعه مقابل كمالي هذا اللي إنه كلمة ضحك أنت إذا بدك ابتسامتك تكون موجودة في البيت استعمل موضوع ضحك أنا لن أنتقل إلى حرف الحاء إذا الضاد ما نتمي إذا ما عندي أنا الضروريات ومعي مخزون ضروري على الأقل ما يكلم مدة شهر شلون أنا عمفكر بالاشتراك الشيء الحاجي شلون أنا عمفكر بالشيء الكمالي هذا أمر مستحيل مثل ما قلت لك الآن موضوع الملابس الملابس الآن المستعملة اللي تباع ليش ما منشتريها؟ ما هي بالنهاية أي قطعة تشتريها اليوم من المحل مجرد ما تغسلها أول غسلة صارت ملابس مستعملة طيب اشتري ملابس مستعملة هذا ضروري لأنه في عندي ضرورة أكبر اللي هي الدواء في عندي ضرورة اللي هي الطعام طعام يعني أديشه بيكون من عدم الحكمة أنه والله أنا عم أشتري لأولادي أو عم أشتري للبيت ستائر غالة الثمن وأنا ما عندي ثمن الوقود لتدفئة ما عندي للديزيل ما عندي للكاز ذكرت النقطتين وكمان لو نتكلم عن الناس اللي هم عندهم فلوس أو نتكلم برضو عن موضوع الكماليات خاصة أنه في هذه الأيام بظل الحروب في ناس كثير كانت طبقة من ضمن الطبقات الغنية في المجتمع وتحديدا في اليمن أصبحت ربما الآن فقيرة بسبب الظروف بسبب الحرب بيوت تدمرت وفلوس صودرات وأشياء مثل ذلك وإلى آخر كيف ممكن مثل هذه الأسر أنها تحاول أنه يعني تشتغل على نفسها بشكل أكبر وتحاول أنها تتأقلم مع هذا الوضع وكيف ممكن أنها تبدأ حياتها بشكل جديد يعني أنا قضيتي أنا بتحتاج إلى الكماليات بشكل كبير عنا أولا قضية الأسر الفقيرة كيف نعالج الفقر واثنين ماذا نقول للأسر الغنية لأصحاب الأموال نعم طبعا إذا يعني إذا نزعنا البعد الديني الناس ستعود إلى شريعة الغاب لأنه الناس تجد فرصة في الحروب منسميه الأثرياء الحروب نعم بيلاقوا فرصة هائلة للإقتياط على حاجات الناس الحاجة بتكون بعشرة بتصير بمئة فهو بالنسبة له فرصة فإذا ما كان فيه إيمان ما كان فيه خوف من الله عز وجل ما فيه حساب للآخرة بالعكس سيزداد الجشع وسيزداد إيزاء الناس لكن بالطرف الآخر نحن نتحدث مع الأسر الفقيرة لأنه هي الشريحة الأكبر يجب كما أننا نفكر بتقليل الموارد والعمل على الضروريات مرة ثانية البعض نقول لك أنا ما بستطيع أنا لازم يكون في عندي حد أدنى من المصروف مجرد ما عم يصير نزوح عم تتغير المعادلة إذن أنت قادر الآن بهالأيام كتير نسمع عن ولادات في الشارع ولادات في الصحراء ولادات تحت نفق طب هي كانت مخططة أنه أنا بولد بمستشفى ولازم تكلف الولادة تبعي ألفين دولار وإذا بها تلد في الصحراء وما كلفتها يمكن خمسين ريال إذن كان فيه إمكاني أن نعيش حالة الضرورة إذا ما بدنا نبكي بعدين إذا ما بدنا نحول حالتنا إلى حزن القضية الثانية المهمة أن نوسع الموارد يعني اليوم كثير منها خاصة الشباب أنت اليوم صح خريج أنت صح مهندس لكن عم تعلمنا الأزمات شغلتين مهمين جدا اليوم لحتى تكسب المال لازم يكون عندك فكرتين لازم يكون فيه عندك علم في الرأس لازم لكن يكون عندك مهارة في اليد إذن هدول قضيتين مهمين جدا أوعى الظن أنه والله أنا يعني أنا والله أستاذ لغة عربية أنا أستاذ لغة إنجليزية أنا مهندس أنا طبيب جميل أنت عندك علم في رأسك لكن أين المهارة الثانية في يدك لازم يكون كل إنسان عنده عدة مهارات الفتيات أنت صح عندك دراسة أنا فتاة ما بستطيع طب أنت الآن بلحظة من اللحظات ربما تبقي لي وحدك في العائلة ربما أنت يصبح المعيل تبع العائلة الحرب ما عم تفرق بين ذكر وأنثى بين فقير وغني فوين المهارة الثانية اللي عندك أنت بتعرفي حياكي بتعرفي خياطة بتعرفي تعملي تزين شعر بتعرفي على الكمبيوتر مهارات هائلة جدا يمكن أن نتعلمها لذلك ما ننتظر هذا اللي عم نقول نعيش حالة الضرورة ما ننتظر أن الظروف ستتغير الظروف ستتحسن طيب الآن حيش حالة الضرورة أنا الآن بأي لحظة ممكن أن أشرد من بلدي طيب ما هي المهارات التي أحاول أن أكسبها باستمرار اللغات التي يمكن أن أتعلمها المهارات التي يمكن أن أضيفها اليوم عشرات اللاجئين اسمع قصصهم بيقول لك أنا أدنى أدنى الموارد اللي ضفت لحياتي هي اللي فادتني في غربتي وفي بلد اللجو يكسب هذا الوقت كإعادة تأهل ربما وكسب كثير من الخبرات بالتالي ممكن بعدين فرص العمل تكون متنوعة بحسب المهارات اللي يكتسبها الشخص صحيح صحيح اللي عملوا شو بتجيلهم نصيحة يعني كان معنا أحد المتصلين يعني نفسي قال العمر مرة واحدة وأنا بصرف كل شيء اصرف ما بالجيب يأتي كما في الغيب طبعا هذا ليست بحديث هذا كلام موضوع ممكن بسبب العشوائية الآن هذه الفكرة هو لا يشعر بالضرورة يعني أنا دائما بجيب مثال بسيط اليوم أنا كأب عندي أولادي في البيت الآن النور في البيت الأب والأم حريصين على إطفاء الأنوار كلما خرجوا من الغرفة بينما الأبناء غير حريصين صحيح ليش تارك الضو شاعل ليش تارك الصنبور الماء عم ينزل ما في اهتمله لأنه لا يشعر أنه جزء من المسؤولية أما بلحظة اللي يقال له أنه أبوك توفى وانت مسؤول عن أموال البيت سيتغير المنظومة كليا إذن هي قضية فكرية نعم ليش عم نقول ريالك يخليه مبتسم أنت الفكرة عندك عندك أنا حتى أضمن آخر عمري يكون بسعادة بحالة الضرورة أنا عندي مال من الآن حسوب أما والله أنا بنتظر كل ظرف بتحرك فيه وأنه والله العمر واحد والرب واحد مثل مال أخونا هذا الكلام بعيد تماما عن كل المنطق بعيد تماما عن كل الحكمة لأنه عندما ستسقط لن تجد من يمد لك يد العون لأنه الكل بحاجة يعني لأمين بدك تخاطب إذا طالعين آلاف صاروا نازحين طيب من بده يساعد حدا لكن أنت إذا عندك الآن مورد تاني مورد فكري كما أنه علم مهارات وعندك مهارات يدوية الآن سأبدأ أن أعمل وأن أعين الآخرين هذا يحتاج إلى توقع الدائم سابقا كان الواحد يقول خبي أرشك الأبيض لأيومك الأسود اليوم الأسوداء الأيام السوداء كثيرة جدا أيام السوداء على الإطلاق لشاب الآن أن يدخن اليوم التدخين شيء كمالي جدا ما بيصير الآن تفكر فيه ما بيصير تفكر الآن بموبايل جديد ما بيصير تفكر بملابس جديدة على المستوى الملابس ما بيصير تفكر بملابس جديدة يعني أنا أذكر تماما كان عندنا في بلادنا ما في أحد يشتري قميص جديد الأميص هذا يفك الأبي بيقلبها ويستخدموها الكمام هدول بيفكها بيغيرها الأكياس لا ترمة الزجاجات لا ترمة إذن اليوم نحن نعيش حال ضرورة ما بيصير ننتظر والله الآن هدية الأمور موضوع الرخاء هذا الكلام لا يقبل ونحن نعيش في أزمات ربما لا تنتهي لا بخمسة ولا بعشر سنوات صحيح خاصة في الدول التي فيها صراع مثل اليمن والسوريا وإلى ذلك إذن الدكتور كمان لو نتكلم عن موضوع آخر لكن نفس المحور النقاشي حول الميزانية دائما هل تأخذ للمرأة أم تأخذ للرجل الميزانية تكون عامل طبعا نحن في علم النفس في عنا تفريق نحن نقول عقل ذكوري وعقل أنثوي لكن هذا العقل الذكوري ممكن أن يكون عند الأنثى والعقل الأنثوي يمكن أن يكون عند الرجل ماذا نعني بذلك الآن حسن التدبير ليس له علاقة برجل إمرأة الآن في دول كاملة بعض الدول العربية الراتب يسلم فورا للمرأة هي تدير هي تعطي تعطي المصروف في مناطق تاني لا الرجل هو المدير نحن الآن بدنا نطلب من أكثر الناس إدارة إذا كانت المرأة تتقن والمعيار ما هو هل تنفق في الضروريات نعم يعني الكفاءة هي التي تتقن إذا أنفقت في الضروريات ما الذي ينفق في الضروريات هو صاحب الكفاءة أما أنا اليوم ما المعنى أنه والله أنا جايب كيك أو طورة على البيت والأيام أيام مجاعة وحصار بدون عشاء طيب والله أنا يعني بدنا نغير جو مو هذا الوقت التغيير جو مو هذا وقت المكافأة أنا أذكر تماما كان أيام الحرب العراق كان ممنوع السكر ممنوع الحلويات على مساحة الدولة بأكملة طيب نحن أني ليش أنتظر هاي هي الفكرة اللي يجب على العقلاء أن ينتبهوا إليها أنت لا تنتظر الظرف الطارئ لحتى تغير من سلوكك من الآن خلي أنا دائما أن أتعامل مع الضروري أنا الذي أحتاج إليه مضطر إليه وفرقنا بين الضرورة والاحتياج يعني اليوم أنا بحاجة إلى خبز لكن الاحتياج أن يكون خبز نوع أول أنا محتاج إلى الماء لكن أنا محتاج إلى الماء النقي جدا لكن أنت ذكر دكتور أنه إحنا في هذه الفترة وقد ربما تطول سنين عايشين أيام سوداء وفعلا يعني بالاقتصاد خاصة يعني بشكل كبير الوضع متدهور إذن الوقت طويل ممكن يعني نستمر سنتين ثلاثة إلى أربع والله وعلا ممكن نستمر على هذا الحل أكيد أنه الإنسان برضو يحتاج أنه يروح عن نفسه شوية يشتري بعض الأشياء كذا مستحل برضو بلقيها المقابلة أنه يستمر بمرحلة التقشف لفترة طويلة فايش الحل دكتور الآن الآن بدو يغير ثقافته الآن عم نحكي مرة تانية إذا أنا ما لي مقتنع أنه أنا يجب أن أعيش حالة الضرورة لإستمر في الحياة يعني اليوم خد مثال بسيط إذا الإنسان وجد نفسه محاصر الآن خد تجربة واحد إنسان في السجن الآن ما يعطى له في السجن ربما الطعام لا يكفي لساعة خارج السجن أحيانا يعطوه ثلاث حبات زيتون يعيش فيهم طيب الآن لما يلاقي حاله حتى ما ندخل في مجال السجن الصحابة الكرام لما كانوا يخرجوا إلى الغزوات زاد المقاتل أليل جدا فكان يقسم التمرة السعيد من يملك النواة تبع التمرة مشان يضعها في لسان ويمصها طول النهار عم يعيش على تمرة ونحن قادرين طيب اليوم شوف الأسارة الفلسطينيين عم يعيش 80 يوم بلا طعام ويعيشوا على الماء إذن أنا قادر أن أعيش في حالة الضرورة طيب أنا حتى أضمن ما أنا العام القادم أنا أعيش في زل لأنه الآن ظل المسألة وزل التسول وزل الاحتياج إلى الآخرين سوف ينسيك سعادة أنه والله أنا لح أشتري شيء رفيح عن نفسي أنا والله الآن بدي أحمل سياحة الآن ليس وقت سياحة وليس وقت رفاهي أعملك حتى على مستوى الملابس لا تشتري ملابس جديدة لا تشتري أشياء جديدة الآن ما في داعي لتحسين وضع البيت ما في داعي لشراء أي شيء جديد استخدم الموجود الآن في كتير نظريات فوت على مواقع اليوتيوب عشرات المواقع التي تعلم كيف نستفيد مما هو موجود في المنزل الآن هذا الوقت الآن هذا الوقت لإعادة التدوير للاستفادة إثنين لإضافة المهارات يعني بزيد معا خمس دقائق لأي شاب لأي فتاة تعلمي مهارة جديدة تعلم معلومة جديدة تعلم لغة جديدة ما بتعرف أي مسألة ستعينك في الوقت ممكن تفيدنا بعدين في موقف آخر كل شيء نتعلم وأكيد بفيدنا بمكان معين وموقف معين حتماً أنا أعطي مثال بسيط يعني أذكر شغلي عن حالي أنا كنت في الجيش فأحد الأصدقاء نصحني أن أتعلم الآل الكاتب وكانت الآل الكاتب القديمة الأوليفتي تبع لي فسبحان الله هذه النصيحة أخذ دورة 15 يوم أنا كنت أعمل في المطبخ في الجيش لما تعلمت هذه المهارة كان فيه مصابقة في الجيش بدون طابعين آل الكاتب من وراء الجلي والصحون إلى مكتب وشكل مرتب وشكل نظيف هي مهارة مدة 15 يوم طيب اليوم نحن نحتاج كم تزداد من مهارات في أيام الحرب نفسها نعم أديش عم تتعلم مهارات جميل من هذا المثل دكتور ومن هذه القصة الرائعة ربما تكون مثل وليأخذ العظاء وإن شاء الله نحذو مثل هذا الحذو الذي ذكرته كمان دكتور يعني نشي نصائح في ختام هذا اللقاء لأن الوقت يطول بنسبة للحديث حول هذا الموضوع التذكير التذكير لا تشتري شيء قبل أن تقرر ما هو يعني كتير كتير مهم أنا نازل على السوء خاصة النساء قبل أن تنزل على السوء أنا سأضع في حقيبتي أنا معي الآن مئة ريال لأشتري فيه خمس أشياء ما بيصير أرجع وأنا شاري أربعة ما بيصير أرجع وقول والله أنا اشتريت لكن استدنت خمسين أنا بدي قرر قول أنا بدي أنزل على السوء وجربوه والله من أروع ما يمكن أنه أنا نازل على السوء أنا بدي أشتري حزاء تبع الأربعين ريال لا يمكن لو بيلاقي تبع الميتين خمسين وفرق عشرة لن أشتري أنا سأشتري بأربعين بعد فترة ستتعود أن عينك ستبحث عن أفضل الأشياء بالسعر الذي تريد طب إذاً أنا ما بتفاجأ هي المشكلة في الاقتصاد أنك تتفاجأ بأشياء لم تتوقعها طيب أنت ألغي هذا التنبؤ وأنت خطت قبل قول أنا الآن سأصرف هذا المبلغ بالذات وأعد حساباتك عشرات المرات إذا أردت ضحك لا تنتقل من الضرورة إلى الاحتياج وحتماً إلغي الكماليات إذن الكماليات انتهينا نحن نتردد بين الضرورة والحاجة الآن بوقت الأزمات عليك بشراء الضروري فقط نعم كلام جميل دكتور كما عوتنا دائماً في هذه اللقاءات الله يبارك سعدنا جداً بتوجدك معنا في هذا الصباح دكتور عبد الفتاح سمان خبير دولي في الإعلام الديني أهلاً وسهلاً ومحباً شكراً جزيلاً ونستقبل معكم نعم مشوارنا الصباح بعد هذا الفاصل القصير بسيطة لا تحيرك الخطوب وفي يدك مفاتيح القلوب بسيطة لا تحيرك الخطوب وفي يدك مفاتيح القلوب بسيطة عيش يومك وقتسم أمامك تبتسم كل الدروب بسيطة عيش يومك وقتسم ترجمة نانسي قنقر